يوماً سعودي ولا خليجي يقول أنت الكويتين إحنا حررناكم وإحنا فزعنا لكم وإحنا استضفناكم إحنا اللي حررناكم وإحنا اللي فكيناكم وإحنا اللي استضفناكم ده جزء بسيط من اللي قال وزير الإعلام الكويتي الأسبق سعد بن طفل العجيمي فهل أصد الوزير بالكلام ده مصر والمصريين؟ طب أي سبب كلامه ده؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده جدال ودير دلوقتي على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى على المواقع الإخبارية كله بسبب اللي قالوا الإعلام الكويتي سعد بن طفل العجيمي على همش المنتدى السعودي للإعلام في الرياضة الوزير الكويتي سابق قال أن في ناس بتقول إحنا اللي حررناكم إحنا اللي فكيناكم إحنا اللي استضفناكم بينما نسمع من الآخرين اللي يقدموا النظر القليلة طبعاً كلامه الوزير ده بعض فهم منه أنه عن مصر والمصريين وأنه فيه من المصريين يعني اللي بيعالوا الشعب الكويتي بكده وما لهمش حق كمان في كده المهم أن موقع من المواقع الإخبارية الكبيرة لنقشة الوقع زي موقع القاهرة 24 الإخباري ذكر إن الوزير الكويتي لمح بالكلام عن المصريين ودرهم في تحرير الكويت ده الموقع الإخباري أخد كمان مقتطفات من تصريحات الوزير لاستفسار عن المعنى اللي أصدوا الوزير في كلامه وهل أصد مصر والمصريين؟ ولا لا قالوا أن الوزير الكويتي سعد أقل فيما معناه إن فيه ناس وشعوب بيتكلموا عن الكويت كتير جداً وكأن لهم فضل على الكويت مع أن أصحاب الفضل فعلاً مش بيتكلمون ووضح الوزير أن أصحاب الفضل اللي يقصدهم من مشعوب وقادة دول الخليج وبالأخاص المملكة العربية السعودية وشرح أن الخليج معروف عنهم الشهامة والمروءة ونصرة المظلوم ودي طبيعة كل الخليج عموماً وبالفترة كمان حكى كمان الوزير الكويتي أن قبل 35 سنة من النهاردة كانت مدينة الرياض بتتعرض لمشاكل من أكل الكويت كانت هي اللي بتدافع عن الكويت وتحداظ أهل الكويت والده والدته مثلاً كانوا قاعدين في الرياض بعدما الكويت مضائب بيهم لما العراقيين دخلوا أيام رئيس العراق الراحل صدام حسين المهم أن كلام الوزير الكويتي ده خلال المنتدى السعودي للإعلام في الرياض شغل مساحة كبيرة جداً عند الجمهور وفي اللي الكلام عجبه وقال إن الوزير بيتكلم في الصالح العام ودي وجهة نظر وللحق يقول اللي هو عاوزه براحته يعرض إيه لعنده وفيه برضو اللي قال إن الكلام أثار حفزتهم وشككوا إنه يقصد يتكلم عن المصريين ومش عاكبوا يعني إنه في البعض منهم اللي بيفكر الكويتيين بفضل مصر والمصريين عليهم مع إن الفضل ده يعرفوا الكل يعرفوا دور المصريين في تحرير الكويت ودورهم كمان في نهضة الكويت والعلم اللي وصلوا لي دلوقتي المدارسين والمهندسين المصريين شاركوا في أعمار الكويت السنين اللي فاتت دي كلها والحد دلوقتي في مصريين في الكويت بيشاركوا مع غيرهم في أعمار الكويت والنهضة الحضرية لفيها في النهاية إيه رأيكم في اللي قالوا الوزير الكويتي سعد بن طفلة العجيمي في المنتدى السعودي للإعلام هل الوزير قصد مصر في كلامه فعلاً ولا لا؟ ولو قصد فتردوا عليه تقولوا إيه اللي شارك فيكم في حاجة في الكويت يذكرها ويعرف الجميع باللي عملوا هناك